السلام عليكم إخوان تمشكنوا كاملين باخير وعلى خير وتومك تفرجوا في الفيديو في هذا الفيديو لدينا الكثير من الأخبار والمصداقية لا يحتاج أن نقول لكم 100% المهم لدينا أخبار بخصص ياسين بونو وكذلك تنقى المدرب باري سان جرمان على أشرف حسن وكذلك أخبار بخصص الوافل الجديد للمجموعة باري سان جرمان وكذلك أخبار بخصص وليد جديد معنا كذلك المهيبة تلاعب آيك شاهين فان لديه 18 سنة مهم لما نطوع لكم الإخوان دخلوا دريك في التفاصل بدأوا الإخوان بلمدرب باري سان جرمان ريستوف غالتي اللي دوا على أشرف حكيمي وقال على حكيمي يلاعب جميع للمباريات المونديال وكان أفضل مدافع وقال في الندوة الصحفية الخاصة بالمارتش للباري سان جرمان وستراسفورغ جميع الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم سيكونون جاهزين لمباراة يوم غدى ستراسفورغ وتابعة لقد وصلوا في الوقت المحدد تمكن البعض من الحصول على إجازة لمدة 12 هم يتدربون بشكل طبيعي وهنا في الدولة أشرف حكيمي أشرف حكيمي لعب جميع مباريات لمونديال وكان أفضل مدافع في العالم مثل كيريان مبابي الذي لعب مبارياته وهو أفضل هدف في البطولة وصوله على وشكينة خطورة بأنه يدخل مبابي وكذلك حكيمي وهما يالله رجعهم لمونديال وكذلك لا أعتقد هذا هناك رغبة لدى حكيمي ومبابي في العودة للاعب المباراتين طالما أنهما يتمتعين بالصحة الجيدة جسدين وعادة لم تكن لدينا مصلحة في حرمان أنفسنا منهما سيتعين علينا رؤية الإدارة حتى نتمكن من منحين بعد الوقت للراحة نحن نفكر في ذلك أما الإخوان بخصوص إلياس حسني فاليوم تكون فيك الأول مارس اللي غد يلعب في حياته في باري سان جرمان وستراسفورغ وهذه إن شاء الله ما غد تكون إلا بداية انطلاقة المهيبة المغربية إلياس حسني بحيث نتمنى أنه يأخذ دقائق لعب ونرى المهاراته على المباشرة ونتمنى أنه يكون التوفيق من عندنا ونزلوا بالإخوان واحد مهيبة المغربية تمارس في هولندا وبالضبط في فريق آيكس أمستردان اللاعب يلعب كظاهر أيصر وهو شيهين فان بومين الذي يتراوح منه 18 سنة أبدي له هولندي ولكن أمه مغربية 100% حسب بعض المصات الخاصة كنت أقول بأن اللاعب الشاب قرر غير جلسية وختار تمشي المنتخب المغربي حيث أنه احتف انستغرام ودال العلم المغربي في البيوت وكما قلت لكم الأخوة الظاهر أيصر بمميزات عالية وينفعنا بزاف حيث أنه سيقول له لدينا جوج أظهر يومنيين لبزاف المزرع والمسة والظاهر الأيصر سيكون لدينا شاهين وكذلك يحيى عطيات الله دوزو دابل ياسين بونو الذي قلنا اخبار عليه تقول أنه سيمشي لأسطن فيلا بسبب مدرب يوناي إمري الذي يبغي بونه في أسطن فيلا بدلا من أرجوان تنمارتينيس الضرر أنه سيمشي لأسطن فيلا ويشرب حكاس العالم وكذلك حتى مع الفارق وهذه الأخوة يتنافع مع أساسيات وسلوكات لكورة القدم وكما نعرف الأخوة يوناي إمري هو مدرب ليس لديه فحل الاكتبار كان يظن أنه سيطرد ويسرح فارق لاعب شدير الذي يساوه بالانتقادات والسكة ليا بنادم البارح بحيث كما كنت أقول لكم في الكثير من الفيديوات لا تنقصوا من اللاعب لا تقللوا ولا تنتقلوا ولا تنتقلوا وأريد أن أخذ لكم مع الفيديو في الجماهية الذي يشجعوه ولا يسمع تجيئات يزيد يتطور ويزيد يتطور ويزيد يتطور هناك أخبار بخصوص انتقال التي تقول أنه ليس لنابولي الذي تريد وحالي يدخل الكثير للنوادية إيطالية المهتمين بوالية جديرة لمنهم لازيو لقائرة صحيف الدلاقاسي تدير السبور التي أكدت أنه ماوريسي وصاري مدرب لازيو يرويد استغرالي ملكاتو الشاشوية الحالة ليضم شديرة ولكن المهمة لن تكون سهلة قبل دخلات نابولي على العموم إخوان هذا ما كانت هلاولي فلاسكم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان الله